السلام عليكم معاكم الدكتور يلال هكلمكم عن مشكلة طبعا بيعاني كتير منها من الرجال سابق اتكلمت عنها بسرعة عن الاسباب وبعدين العلاج في اتنين فيديو الفيديو الاولاني عن تعريف هذه المشكلة واسبابها والفيديو التاني هيكون ان شاء الله عن الالاج سرعة القصف او القصف المباكر تعريف الزمن المحدد مفيش حاجة علمية محددة لكن متفق تقريبا على انه قصف الرجل للمني قبل الولوج في السيد قبل الولوج في المرأة قبل ما يدخل المرأة قبل ان يجمعه بمجرد ما يلامسها او يدعبها يحذر او في فطرة قصيرة بعد الولوج حددوها بديئتين يبقى اذا هو قصف الرجل للمني قبل الولوج او في فطرة بسيطة بعد الولوج تقدر بحوالي ديتين يعني اكتر من ديتين يعتبر طبيعي اه يعتبر طبيعي لكن المعلومة معلومة ان معظم اللي بيجي وبيشتكي من القصف المباكر او السريع بيقول انا عندي قصف سريع بتلاقي ايه انه طبيعي يعني بيقذف بعد اربع دقايق بعد خمس دقايق وفي ناس بعد عشر دقايق وتيجي تشتكي من القصف السريع ليه بقى؟ لان هو قصف السريع بالنسبة للناس هو القصف قبل وصول احد الطرفين الى الاكتفاء والتشابع او كلا هما الراجل ما حسش بارتياحه القصف قبل ما يحس بالاكتفاء يجي يشكي من قصف المباكر الست بتاعته ما تشبعتش وبتشكي ان هو بيقذف بسرعة قصف المباكر فاذا القصف المباكر عمليا او السريع عمليا انه قصف قبل الوصول الى الاكتفاء والتشابع من احد الطرفين او كلا الطرفين وللعلم الفطرة والطبيعة تتمشى مع القصف السريع اللي هو خلال ديئتين ثلاثة او اربعة لان هدف القصف الاساسي هو ان الرجل يوصل الحيوان المنوي الى داخل المهبل واذا بيتم بخلال وكل ما كان القصف اسرع يعني بس الفطرة معقولة ديئتين ثلاثة اربعة كل ما يكون اصلح للانجاب يمكن في الوصول المتورسة قديما جدا ان الرجول تقص بسرعة القصف حسب ما يقال فالقصف كمشكلة بنقابلها في حياتنا هي ان الرجل يقصف قبل ان يصل هو او السيدة الى التشابع هذه المشكلة في الغالب ما بتكونش موجودة في كبار السن موجودة بنسبة عالية في الناس الرجال اقل من اربعين سنة او خمسة وتلاتين سنة لان الانسان مع التجربة ومرور العلم بيتعلم كيف يتحكم في القصف وكيف يؤخر القصف فالمشكلة يمكن بيعاني منها اكتر من تلاتين او اربعين في المية من الرجال تحت سن الخمسة وتلاتين سنة هنشوف الاسباب ايه هي اضرار ومشاكل القصف المبكر طب ايه هي خطورة هذا الموضوع وهذه المشكلة القصف السريع القصف السريع خطير مش بس ان المتعة او الاستمتاع اثناء المعاشرة الزوجية بتبقى مفقودة لا ده ممكن الاسرة تتهدم بسببها كيف يكون القصف المبكر سببا في هدم الاسرة مش يروحوا يطلقوا يقولوا بسبب سرعة القصف لا ده هو سرعة القصف يؤدي الى مشاكل حتى احنا ما ندركهاش هذه المشاكل هي اللي بتؤدي الى ايه الانفصال والطلاب وبالتالي هي مشاكلها مهمة جدا مثلا سرعة القصف ماشي الراجل يبقى طبعا زي محرجة جدا للراجل وخصوصا لما تكون الست بتاعته هي يعني متطلبة يعني يعني بتتطولوا او يعني تجرح الراجل بهزار او بجدية يعني ممكن الراجل يكون طبيعي بيقز في خمس ست دقايق وده طبيعي جدا لكن الست بتاعته لسبب ما ما بتوصلش للتشبع الا بعد ربع ساعة فيجي هو يخلص في ست سبع دقايق هي تلويه الوبوس عيازه بالله ولو بقى هي يعني ربنا يعني بليه اكتر تترق عليه او تهزر معاه بطريقة تحرجه او تبين غضبها او تتهمه يعني دي الانية البقى ان هي مثلا ممكن تتهمه تقوله او ده انت مش قابلني انت كرهني ده انت عندك واحدة تانية وهو مظلوم دي حاجة تخلق مشاكل ممكن الراجل نفسه لما يحس ان عنده سرعة قصفية يبقى خايف من الممارسة الجنسية يبقى هايب منها مش عايز يعني حاجة بتحرجه مش عايز يعملها فيبعد يمتاني عن جماعة الست طبعا دي ممكن تعمل مشاكل لنفس الشيء فمن هنا سرعة القصف دي بتعتبر مشكلة اجتماعية واسرية مهمة جدا قبل ان تكون مرض وعشان كده نشوف اسبابها ونشوف طرق علاجها ان شاء الله اسباب القصف المبكر اسباب القصف السريع اللي هو السريع فعلا اه ممكن نقسمها الى نوع ان هي متلازمة من اسباب اجتماعية ونفسية وقد يكون فيها سبب مرض والاسباب الحقيقية غير محددة الان ومش معروفة لقلة الابحاث في هذا المجال نتيجة العامل النفسية والتكتم حواليها وعدم القدرة على البوح والكلام بصدق فيها لكن نقدر نقسم الى نوعين نوع اولي ونوع سنوي الاولي اللي هو الرجل بيعاني من سرعة القصف من يومه والسنوي ان الرجل كان طبيعي وحديثا اصبح يعاني من سرعة القصف يعاني ممكن اثناء ما كان بيعمل العادة السرية او الاستنماء الشخصي بان الذاتي برمج نفسه على انه لازم يقذف بسرعة لانه خايف او خجلان او مستحي او خايف حد يشوفه او يمسه الشيء التاني ان ممكن يكون اتعرض لصدمة جنسية او ممكن يكون ناشق في مجتمع رباه على ان الجنس ده شيء مشين ومغجل وينبغي التخلص منه بسرعة بسرعة النوع التاني السنوي اللي هو حدث مؤخرا كان الانسان طبيعي وبعدين اصبح يعاني من سرعة القصف ده قد يكون نفسي وقد يكون عدو نفسي يعني العلاقة بين الطرفين توطرت لاسباب ما ما بقتش طبيعية او اتعرض لظروف الحياة ضغط ارق ارهاب ظروف استثنائية ده الاسباب النفسية الاسباب العضوية قد يكون الانسان جاله سكر ديابيتس او ضغط دم او سيرويد غضة الدراقية او المشروبات القحلية وقد يكون في امراض اللي بتؤثر على الاطراف العصبية او الاعصاب وبتدمرها زي كده خلصنا تقريبا الاسباب ونحب نضيف ان اللي بيعاني من القصف السريع في الغالب بيبقى تحت سن 35 لكن مع التجربة والممارسة الرجل بيتعلم او بيتمرس على كيف يتحكم في القصف ويؤخره بعد كده علاج القصف المبكر هنبتدي بقى نتكلم عن الشيء اللي انتو كلكوا قاعدين مستنين وهو العلاج كلكوا طبعا او الانسان اللي بشاء ده عايز يسمعني اقول له ايه العلاج قبل ما تكلم مفيش سحر موعدكش دي مش حاجة لها حباية تشفيها مش زي ضعف الانصاب ضعف الانصاب شيء له سبب محدد فبنقول خد اه كذا وكذا بيتحسن خد في اجرى الافترة او سيالس بيتحسن لكن ده شيء هلامي مفيش حاجة محددة لكن بيتحسن وبتحسن وبتحسن بس باتباع خطوات واسليب ممزوجة من نفسية وارادية وعقلية وممكن برضو بعض العلاج ولو اني انا لا انصح بالعلاج في هذه الامور او الحبوب لكن ممكن تحت اشراف طبيب فهنشوف العلاجات وازاي نتغلب على سرعة القصف واكيد اللي عنده رغبة في انه يتحسن هيتحسن لا نقاشة فيها من خلال تجارب الواحد الشخصية ومن خلال الاستماع الى تجارب الناس اللي بتجينه وبيشوفها وبيتباحها اللي عايز يتغلب بيحقق نجاح واضح ولا شك فيه في الفيديو الجاي هنزل لكم علاج سرعة القصف بطريقة مؤكدة ومضمونة 100% فتابعوني شكرا لمشاهدة الفيديو وما تنسوش الاعجاب بيه والاشتراك وايضا تفعيل الاختارات بالتشيك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات اول باول اشتركوا في القناة